السلام عليكم والآن مع الجزء الرابع والأخير من شهادات مؤرخين ومستشرقين غربيين عن حفظ القرآن الكريم نبدأ مع كتاب Le Bible أو الكتب المقدسة المكتوب باللغة الفرنسية لمؤلفه Louis Leblouin كتب فيه القرآن اليوم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي لا توجد فيه أي تغييرات جديرة بالذكر ومع كتاب Les institutions musulmanes المؤسسات الإسلامية لمؤلفه Godfoy de Mombin كتب فيه تم تثبيت القرآن بعد وقت قصير من نزول الوحي بنص أصيل ثابت ولا يوجد أي سبب لاعتباره محرفة ومع كتاب Le Coran et la Bible à la lumière de l'histoire et de la science الكتاب المقدس والقرآن في ضوء التاريخ والعلم لمؤلفه دكتور وليام كامبل كتب فيه مختبسا قولا للمستشرق دينيس ماسون في مقدمة ترجمتها عن القرآن الكريم في النهاية يمكننا القول إن النص الذي بحوزتنا يتضمن معايير الموثوقية الجوهرية أي هذا النص هو نص موثوق فيه ولم يتم تغييره وفي كتاب The Jewish Foundation of Islam الأسس اليهودية للإسلام لمؤلفه Charles Cutler Torrey إن القرآن متاح عندنا العمليا دون تغيير على الصورة التي قدمها محمد صلى الله عليه وسلم نفسه ومع كتاب The Quran edited by Jane Damon McAuliffe الصادر عن كامبرج النتائج الحديثة لدراسة أجزاء النص القرآني أكدت الشكل التقليدي للقرآن كنص مبكر ثابت يتكون من الصور التي لدينا ولم ينجح العلماء الذين حاولوا التشكيك الجاد في أصالة القرآن كما معلم وختاما نختم بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون جاء في تفسير عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر أي القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل والدلائل الواضقة وفيه يتذكر من أراد التذكر وإنا له لحافظون أي في حال إنزاله وبعد إنزاله ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان الرجيم وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم واستودعه فيها ثم في قلوب أمته وحفظ الله ألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل فلا يحرف محرف معنا من معانيه إلا وقيد الله له من يبين الحق المبين وهذا من أعظم آيات الله ونعمه على عباده المؤمنين ومن حفظه أن الله تعالى يحفظ أهله من أعدائهم ولا يسلط عليهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم تم بفضل الله تعالى وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر